بعد ثلاث سنوات من إكماله دراسة العلوم المالية والمصرفية في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة انتهى به المطاف بائعا للأسماك بعد رفض الجامعة تسليمه شهادة تخرجه لعدم سداده كافة المستحقات المالية المترتبة عليها اشتغلت وحتى اوفر لحتى اجيب شهادتي وما قدرت بسبب الراتب ما كان مساعد على اليومية بسبعة نانير ونص يأهم دخان مصروف لأهلي مصروف لأيلي حكيت معهم قالوا لي ما فيه تسويات ممنوع تسويات إلا ما بنقبل إلا بالمبلغ كامل لهو 3500 ونص امتناع بعض الجامعات الأردنية عن تسليم يزن وغيره من الخريجين شهاداتهم الجامعية لعدم تسديدهم الكلف المالية المترتبة عليهم لأوضاعهم المعيشية انعكس سلبا على فرص إيجادهم لعمل يناسب ما تلقوه من علم ومعرفة وليبقى المشهد الأبرز غياب الحلول تحت قبة البرلمان الأردني طالبت مذكرة نيابية وزارة التعليم العالي بموارسة دورها في الضغط على الجامعات ليكون القضاء الفيصل بدلا من احتجاز الشهادات ومخالفة القانون مش من حق الجامعة سواء كان جامعة خاصة أو جامعة حكومية بحجز شهاد الطالب بسبب مبلغ مالي يجب على وزارة التعليم العالي أن تؤدي دورها في حماية حق الطالب في حصول على الشهادة بإمكان الجامعة تحصل حقوقها وضمامها المالية المترتبة على الطلاب من خلال المحاكم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلب شككت في مدى قدرة الحكومة على الدخول في مواجهة مع المستثمرين في الجامعات الخاصة وإلزامهم بعدم حجز شهادات الخريجين رؤوس أموال كبيرة واستثمارات كبيرة وبالتالي تخشى الحكومة من الصدام مع رأس المال وعشان هيك هي تغلب مصلحة رأس المال على مصلحة الطالب على مصلحة العملية التعليمية بشكل أساسي يذكر أن عدو احتجاز الشهادات الجامعية انتقلت من الجامعات الخاصة إلى الحكومية لوجود ألف المتعثرين ماليا من الشباب الذين تبخرت أحلام عملهم على أيدي جامعاتهم حيدر العبدالي الحرة عمان